اهلا وسهلا بكم متابعيه الكرام العزاء نورتوني وشرفتوا بقناتي واكتر من 100 فيديو ان شاء الله مستمرين بمعلومات مفيدة من واقع تجارب الحياة ياريت ان عجبك فيديو تعلق لي بالصلاة على سيدنا محمد تعالوا نشوف الفيديو بتاع النهاردة معلومته ايه؟ تعالوا معي نعيت البلاب او البوتس وهو من نباتات الضل الحكتين اللي ممكن يضروا النبات ده او هو اشعة الشمس الشديدة او العطش الغرسة اللي قدامكم دي انا غرستها ليا حوالي سنتين كنت اشترتهم من الناس اللي بتمشي في الشوارع وتبيع الزرع والورود وقعدوا عندي فترة غرستهم قبلها في قصص ولكن للأسف لهم سنتين مش مجزرين نفس العمر من حوالي شهر خلعت اخوتها اللي هم نفس العمر وحطتهم في برطمان ازاز بتاع مربا وكل ثلاثة ايام او اربعة ايام اغسلهم واغير لهم المية شوف الفرق بين النبتة دي وازاي بدأت تجزر وبدأت تفرق وتدي فرق كثيرة ومنظر جميل الخضعة اللي هي بتحصل معك انك انت ممكن تشتري من واحد غارز الافرع البوتس دي امبارح وتاخدها في الاصرية بتاعتها او الاصيس على انها مزروعة لها فترة وهتقول تنبت وتستمر عندي لكن للأسف دي بيكون فيها حالة غش احسن حل ان انا لما اشتري نبات البوتس ده حتى لو كان مزروعة في بيتموس اجزره في مية برطمان مش بلاستيكي برطمان ازاز او اي حاجة ازاز واغيره المية كل يومين كل ثلاثة ايام كل اربعة ايام واغسله كده غسلة هتلاقيه ينشط ويفرق ان عجبك الفيديو وعجبتك المعلومة لايك وشير وشكرا لكم